خليل الكم ساعة اللي فاتوا وسائل لإعلامة الدولية ما كانتش مهتمة غير بخبر واحد قالا وهو طرد قيادات حركة حماس من دولة قطر اللي انه رغم الأخبار اللي انتشرت قطر نفسها رفض التأكد أو تنفي الخبر أمال قالت إيه؟ قالت إن الخبر غير دقيق أيواني حضرتك ترطيهم ولا لأ؟ اللي إجابة إن قطر صحيح لحد دلوقتي ما طردتهمش لكن في نفس الوقت بلغتهم بشكل رسمي وخد بالك بقى من الجملة دي إن وجودهم في قطر أصبح بلا جدوى ملوش لازمة يعني وهنا السؤال ليه الحكومة القطرية فجأة كده قررت إنها تاخد موقف من حماس وتهددها بالطرد؟ وطرح حماس عملت إيه لما قطر هددتها بالطرد؟ وهل أمريكا هي اللي وقفة وراء قرار ترد حماس من قطر ولا لأ؟ وإزاي قرار زي ده ممكن يأثر على الحرب في غزة؟ إزاي ممكن يأثر على قطاع غزة كله سواء في الحرب أو حتى بعد نهاية الحرب؟ والسؤال الأهم من كل اللي فات قيادات حماس هيروحوا على فين؟ يعني لو أمريكا هي اللي طلبت من قطر إنها تطردهم من الدولة اللي هتجازف بمعادات أمريكا من الدولة اللي هتستقبلهم بعد خروجهم من قطر أولا كالله ينور عليك يا دي الأسئلة المهمة تعالي بقى نجاوب عليك الحكاية بدأت سنة 2006 لما حماس فازت بالانتخابات في قطاع غزة وقتها كانت أول مرة الحكومة القطرية تتواصل مع حركة حماس بشكل معلن بالطلب من المخابرات الأمريكية وده ليه؟ علشان قطر تتحول لقناة اتصال خلفية بين المخابرات الأمريكية وبين حركة حماس شوفونا مين حركة حماس اللي سيطرت على قطاع غزة ده ويطر بتفكر في ايه بعد ما انقلبت على حركة فتح وتردتها برا القطاع كنا حكينا تفاصيل الانقلاب اللي نفذيته حماس على حركة فتح في حلقة خناية حماس والسعودية تقدر تفرج عليها لو حاب تعرف اللي حصل بالتفصيل المهم من سنة 2006 بدأت دعم القطر لحركة حماس في قطاع غزة وفضل مجرد دعم مالي بدون خطوة رسمية واضحة لكن هل استمرت العلاقة بالشكل ده؟ الاجابة طبعا لا سنة 2012 حركة حماس استقبلت أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة اللي كان أول رئيس عربي يزور قطاع غزة بعد انقلاب حماس على حركة فتح كانت زيارة جمدة جدا وقتها والعالم كله تكلم عنه في الزيارة دي أمير قطر عرض على قادة حركة حماس انه يفتح لهم مكتب سياسي في العاصمة القطرية الدوحة وفعلا قادة حماس وفقه ونقلوا مكتبهم على دولة قطر حركتولي لأ ثانية واحدة بس علشان أفهم ترتيب الأحداث الصحة أولا كده انت ليه بتقول ان حماس نقلت مكتبها هو مكتبها كان فين أصلا قبل ما يتنلت دوحة وسانيا وده الأهم هي ليه زيارة أمير قطر ما حصلتش غير سنة 2012 ليه مش قبلها؟ أقول لك الله ينور عليك تعال نجاوب مكتب حماس قبل ما يبقى في قطر كان في الأردن ملك الأردن استقبلهم أحسن استقبال وفتح لهم كل مؤسسات الدولة وعملهم زيهم زي الأردنيين لكن بعدها ملك الأردن اتفاجئ بتدخل قادة حماس في شؤون الحق من خلال التواصل والتعامل مع الجماعات الإسلامية وكانت المفاجأة الأكبر ان المخابرات الأردنية اكتشفت تورط مجموعة من غيادات حماس في تهريب سلاح للأراضي الأردنية والتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية فما كان من ملك الأردن إلا أنه أفلهم مكتبهم وطردهم من البلد كلها مين وفق يستقبلهم؟ الجيش السوري وفضل قادة حماس موجودين في سوريا لحد ما اندلعت صورات الربيع العربي سنة 2011 حماس هنا تعمل إيه؟ انقلبت على الجيش السوري وأيدت المعارضة السورية اللي تحولت بعد كده لميليشيات مسلحة ودخلت في حرب ضد النظام السوري برئاسة بشار الأسد وشوف سبحان الله حماس وقفت مع الميليشيات المسلحة ضد بشار الأسد في الوقت اللي كانت إيران وحزب الله هم اللي وقفين فيه مع بشار الأسد تلف الأيام والدور وحماس تتحلف مع إيران وحزب الله وينفزوا مع بعض هجمات 7 أكتوبر اللي كانت نتيجتها اجتياح غزة واغتيال حسن نصر الله واغتيال إسماعيل هنية واستشهاد يحي الصنوار وتدمير قطاع غزة بالشكل اللي شايفينه النهاردة علشان بس تعرف إن المصالح بتتصالح المصالح إيه يا فندم؟ المصالح بتتصالح علشان بس ما تمشيش ورا حد وانت مغمد عنيك وتقول أسلوهم بتوع ربنا أهم بتوع ربنا اللي كانوا وقفين ضديران وحزب الله مبارح؟ هم هم اللي تحلفوا معهم في هجمات 7 أكتوبر النهاردة عدو الأمس هو صديق اليوم وصديق اليوم هو عدو الأمس المهم حماس لما انقلبت على الجيش السوري سوريا عملت إيه؟ قفلت مكتب حماس وطردت القادة بتوعه مين وفق يستقبلهم؟ قطر قطر استقبلتهم بمجرد ما سوريا طردتهم وفتحت لهم مكتب سياسي بدل اللي تقفلهم في الأردن وسوريا حضرتك تقول لي طيب هي قطر لما استقبلت قادة حركة حماس كان بدافع وطني قوم يعني؟ الموضوع كان ليه علاقة بالعروبة والقضية الفلسطينية وكده؟ أقول لك خالص وفقا لتصريحات المسؤولين الأمريكيين نفسهم فمكتب حماس تفتح في الدوحة بأوامر أمريكية لسببين الأول أن قطر تبقى حالة الواصل ما بين حماس والمخابرات الأمريكية أما السيب التاني والأخطر وهو أن أمريكا كانت خايفة أن حماس لما تتقفل في وشها كل العواصم العربية تضطر تلجأ لإيران وساعتها تحصل مشكلتين الأولى أن حماس هتتحول لميليشيا عسكرية مملوكة الإيران زيها زي حزب الله بتاخد كل أوامرها من المرشي فخلاص كده شكراً حماس خرجت عن السيطرة أما المشكلة التانية اللي هتواجه أمريكا أن مش هيبقى في قنوات توصل بينها وبين حركة حماس هتوصلهم إزاي في إيران عن طريق المرشد مستحيل طبعاً وبالتالي من مصلحة أمريكا أن قادة حركة حماس يفضلوا موجودين تحت عنيها في أي دولة من الدول العربية منها يبقوا تحت عنيها ومنها يبقوا تحت سيطرة الدولة اللي بتصرف عليهم اللي هي مين في الوقت ده؟ اللي هي قطر ولازالت بالمناسبة قطر لازالت هي اللي بتصرف علي حماس زي ما يحكي لك كمان شوية قطر لو حضرتك ما تعرفش دعمت حركة حماس من سنة 2014 لحد النهاردة بـ 2.6 مليار دولار لأ وخد المفرقة الفلوس دي بتوصل من قطر لحماس في قطاع غزة عن طريق البنوك الإسرائيلية يعني إسرائيل هي اللي بتستلم الفلوس من قطر وتسلمها لحركة حماس حضرتك تقول لي لا مش فاهم التفصيلة دي هشرح لك قطر وفقا لتصريحات وزارة الخارجية القطرية بتقسم فلوس المساعدات لجزئين المساعدات اللي رايحة الحماس جزء بتدفعه كاشل إسرائيل علشان تشتري بي غاز والغاز ده يدخل لسكان قطاع غزة علشان يشغلونه محطات الكهربة أما الجزء التاني من الفلوس القطرية فبيتوزع في صورة مساعدات مادية كل أسرة بتاخد مية دولار شهريا تحت إشراف الأمم المتحدة وبرنامج الغزائي العالمي حلو كده حركته اللي حلو أقولك لأ مش حل لإن إذا كانت إسرائيل سمحت لقطر إنها تدفع المليارات دي كلها حركة حماس وإذا كانت قطر نفسها وفقت إنها تدفع المليارات دي كلها الحماس فكله كان جزء من الخطة الأمريكية اللي حكيتها لك من شوية وهي إبعاد حركة حماس عن الحرس السوري الإيراني والسيطرة عليها وتحجمها من خلال الأوامر الأمريكية اللي هتوصل قادة حماس عن طريق قطر حضرتك فين؟ في قطر من اللي بيصرف عليك؟ قطر من اللي فتح لك مكتب في الدوحة بعد ما اتردت من الأردن وسوريا؟ قطر يبقى تسمع كلام قطر وطبعا كلام قطر مش من دماغها كلها أوامر أمريكية بتتوجه لحماس لكن عن طريق قطر فهمت الفكرة؟ طيب هل قادة حركة حماس ما كانوش فاهمين اللي بيحصل؟ طبعا كانوا فاهمين لكن حماس هي كمان كانت مستفيدة أولا لقيت اللي بيدعمها بعد حرمانها من الدعم السعودي طيب هي السعودية ليه تخلت عن حماس؟ بسبب انقلاب حماس على حركة فتح سنة 2007 حكيت لك القصة كلها في حلقة خناية حماس والسعودية ده غير إن حماس كانت مطروضة من الأردن وسوريا يعني مكروها من الحكومات العربية مفيش نظام عربي واحد بيأمن له وبالتالي احتضان قطر لقادة الحركة ودعمهم بالمليارات في الوقت اللي كانوا فيه مطروضين ومنبوزين من دول عربية تانية كان حلم بالنسبة لقادة حركة حماس هيلو أحسن من كده فيه؟ وبنان عليه فضل الوضع كما هو عليه والدنيا مستقر لحد بما الشهيد يحيا السنوار خرج من السجن في صفقة جلعات شليد وتولى رأسة الجناح العسكري لحركة حماس هنا كل حاجة تغيرت وده ليه؟ لإن يحيا السنوار ما كانش زي باية قادة حركة حماس هو كان طالع من السجن وما فيش في دماغه غير فكرة واحدة وهدف واحد ألا وهو إيه؟ حكيت لك قصة يحيا السنوار بالتفصيل في أكتر من حلقة حلقة صائد التعبين وحلقة جحيم السنوار وحلقة اغتيال السنوار المهم إيه يحيا السنوار بمجرد ما تولى رأسة الجناح العسكرية لحركة حماس بدأ ينفصل بالقرارات العسكرية عن باقي قيادات حركة حماس يعني الأول قرار حركة حماس كان بيطلع منين؟ من القادة السياسيين زي إسماعيل هنية وخليد مشعل اللي هم القادة اللي عايشين في قطر إنما دلوقتي إيه يحيا السنوار ما بقاش يسمع لهم أصلا صوته بقى من دماغه وبالتالي هنا إلا حصل حجم النفوذ اللي بيمتلك القادة السياسيين الموجودين في قطر بدأ يقل ومن هنا بدأت قدرة القادة السياسيين على تنفيذ طلبات قطر اللي هي أصلا طلبات أمريكا هي كمان بدأت تقل وهنا حصلت المشكلة لأن من يوم 7 أكتوبر لحد النهاردة قادة حركة حماس الموجودين في قطر مش قادرين يقنع قادة الجناح العسكري الموجودين في غزة بأي شرط من شروط التفاوض اللي القادة العسكريين رفضنها بالبلد كده القادة العسكريين الموجودين في غزة ركنوا القادة السياسيين الموجودين في قطر على جنب وقالوا لهم إحنا بناخدش أمر من حد إحنا اللي هنحدد شروط التفاوض وإحنا اللي هنحدد إمتى نسلم الأسرة وإمتى الحرب تنتهي ومن هنا حضراتك بتقدر تفهم الجملة اللي قطر علاقت بها على خبر طرد قادة حماس هي قطر علاقت وقالت إيه قالت إن وجود قادة حماس في الدوحة أصبح بلا جدوى معدلوش لازمة وهو ده بالزبط اللي شرحته لحضرتك بقوا غير قادرين على التأثير في القرار القادة العسكريين الموجودين في قطاع غزة بالشكل اللي يلبي احتياجات الأجندا الأمريكية وهنا خلينا أقولك على تفصيلة صغيرة اسمعها وبعد كده ركنها على جنب كأنك ما سمعتهاش إسماعيل هنية نقل إقامة القطر من 2016 يعني من 2016 وهو عايش نايم واكل شرف في دولة قطر حتى هجمات 7 أكتوبر لما حصلت كان موجود في قطر لما حصل اكتياح غزة كان موجود في قطر طيب حلوة قوي حضرتك ما سألتش نفسك بقى لإسرائيل ما فكرتش ولو للحظة إنها تغتاله في قطر وثابته لحد ما خرج منها وبعدها اغتالته في إيران لإسرائيل لما قررت إنها تغتال إسماعيل هنية اغتالته في إيران وما اغتالتهش في قطر لأن قطر ما ينفعش تخسر الدعم الشعب اللي بتتمتع بيه بسبب دعمها لحركة حماس اغتيال إسماعيل هنية في قطر كان هيحرجها قدام الشعوب العربية المؤيدة لحماس إنما لما يتم اغتياله في إيران وأمير قطر هو اللي يتفينه في قطر ويقف بنفسه ياخد عزاه تبقى إسرائيل كده درابة عصفورين بحجر واحد أولا أحرجت إيران وكسرت هبتها قدام الشعوب العربية المؤيدة للمقاومة الفلسطينية ما قدرتش تحمي قادة حماس وفي نفس الوقت زودت من رصيد دولة قطر في عيون الشعوب العربية المؤيدة للمقاومة الفلسطينية دلهم اللي بياخدوا عزاههم طيب هقول لك على تفصيلة تانية اسمعها برضو وبعد كده بقركنها على جنب بالرغم إن حركة حماس مصنفة كحركة إرهابية في أمريكا إلا إن قطر حليفة أمريكا واللي بتستضيف أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة أسست مكتب رسمي لحركة حماس في قلب الدوحة سنة 2012 بعدها بسنة واحدة اللي هي سنة 2013 قطر استقبلت حركة طالبان اللي هي كمان مصنفة كحركة إرهابية وأسست لها مكتب رسمي في قلب الدوحة طيب هل قطر لما عملت كده كانت بتبلطج على أمريكا مثلا بتتحدى أمريكا مثلا بتفرض عضلاتها على أمريكا مثلا اللي جابة طبعا لا كل ده بموفة أمريكا بل وخد الأتقل كلها كانت بطلبات أمريكية وده ليه؟ علشان قطر تكون حلقة الوصل بين أمريكا وبين حماس وطالبان علشان حماس وطالبان يفضلوا تحت عنين أمريكا لكن كل ده تغير لما اندلعت هجمات 7 أكتوبر وحماس رمت نفسها في حضن إيران ساعتها كان المفروض الكل يلتزم بقواعد الاشتباك والموضوع يتلم بالإفراج عن الأسرة الإسرائيليين بدون فرض أي شروط على الجيش الإسرائيلي ده اللي كان المفروض يحصل لكن مع وجود يحيا الصنوار اللي كان خرج عن السيطرة ورفض الالتزام بقواعد الاشتباك ويدخل في حرب حقيقية ضد جيش الاحتلال العيون كلها تحولت على قادة حماس الموجودين في قطر اتصرفوا اقنعوا السنوار بالإفراج عن الأسرة ارجعوا القواعد الاشتباك اللي كنا ملتزمين بيها لكن السنوار ما سمعش الحد فضل مكمل واستتهمش كامل لقادة حماس الموجودين في قطر هنا إسرائيل قررت إنها تتجاوز قواعد الاشتباك وتوجه رسالة للسنوار بإن الموضوع ألب جد فعملت إيه؟ اغتلت إسماعيل هنية في إيران لكن اللي حصل إن اغتيال هنية سمع في حتة تانية خالص بعيد عن يحيى السنوار اغتيال هنية سمع في إيران نفسها لإنه أحرق القادة لإيرانيين قدام باقي مليشيات محور المقاومة وهنا إيران اضطرت إنها ترد على إسرائيل إيران كانت مجبرة إنها ترد على إسرائيل لو بإداء ما كانتش ردت فتفتحت جبهة جديدة بين إسرائيل وبين إيران ممثلة في حزب الله وبدأ حزب الله نفسه يتجاوز قواعد الاشتباك بدأ يحرق في شمال إسرائيل بالشكل الأكبر للمستوطنين الإسرائيليين على الهروب من المستوطنات هنا إسرائيل عملت إيه؟ اضطرت إنها تكرر نفس اللي عملته مع إسماعيل هنية لكن المرة دي مع قيادات إيران نفسهم عملت إيه؟ فضلت تغتل في قيادات الحرس ثوري الإيراني وقيادات حزب الله لحد ما غتلت حسن نصر الله نفسه إن السنوار يخاف ويفرج عن الأسرى الإسرائيليين مفيش دايس ومكمل لحد ما فيهم وبمحد الصدفة السنوار يستشهد بالصدفة البحتة في مدينة رفح الفلسطينية القوات الإسرائيلية ضربته بالنار بدون ما تعرف حتى إن السنوار وهنا الكل توقع إنه خلاص السنوار يستشهد يعني اللي بقى من قيادات حماس في غزة هيخافه ويوافقه على إنهاء الحرب أي إن كانت الشروط الإسرائيلية أي حاجة إسرائيل هتقولها هيوافقه عليها المهم إن الحرب تخلص لكن اللي حصل هو العكس لا الحرب وقفت ولا قيادات حماس وفقه على تحرير الأسرى الإسرائيلية الكل رجع يدور على مين؟ قيادات حماس الموجودين في قطر اضغطوا عن ناس الموجودة في غزة وخلوهم يفرجوا عن الأسرى لكن برضو مفيش فايدة هم مش قادرين ما بقى لهمش نفوز عليهم وهنا صدر القرار استمرار المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحى أصبح بلا جدوى اتفضلوا يلا من غير ما تروت حضرتك تقول لي طيب وقطر هتستفيد إيه من طردهم؟ أقول لك ومين قال إن قطر عايزة تطرد قادة حماس أصلا؟ قطر مش عايزة تمشيه وده ليه؟ لأن قطر هي أكبر مستفيد من وجود مكتب حركة حماس في الدوحى قطر هي أكبر مستفيد من دعم حركات المقامة الفلسطينية وده ليه؟ لأنها بتكسب من خلالهم دعم الشعوب العربية شوف رغم إن موقف قطر من حماس كان مبني بس على تحقيق مصالح سياسية إلا إن كل الشعوب العربية المؤيدة للمقامة الفلسطينية والحركة حماس تحديدا كانت بتدعم قطر معنويا وسياسيا لمجرد إن قادة حركة حماس كانوا كل ما يطلعوا على التلفزيون يشكروا في قطر والدعم اللي بتقدموا للمقاومة قطر اتحولت لبطل في عيون المقاومة والشعوب المؤيدة للمقاومة لدرجة إنهم أطلقوا على قطر اسم كعبة المضيوم بمعنى إنها بتنصل المظلوم وبتحمي الضعيف وهنا السؤال هل نظرة الشعوب العربية دغيرت لقطر بعد قرارها بالطرد قادة حركة حماس هل جماعة الإخوان مثلا بدأت تهاجم قطر الإجابة إنه لحد دلوقتي الكلام ده محصلش محدش فتح بقه طيب هنا حضرتك تسأل سؤال مهم هل كده خلاص يعني قادة حركة حماس اخرجوا من قطر بشكل نهائي أقولك لو كان ده المقصود كان موقف قطر هيختلف لكن قطر عملت إيه قطر مسكت العسام من النص أولا قالت إن استمرار مكتب حماس أصبح بلا جدوى أيوة يعني هتقفليه ما ردتش طب هتترضي قادة حماس برضو ما ردتش أما التصرف القطر التاني وهي إنها موجهتش اللوم لقادة حماس لوحده إنما قالت إيه قالت لك إنها هتعلق مشاركتها في المفاوضات لحد ما الطرفين يظهروا القادر الكافي من الجدية المطلوبة وده معنى إيه معنى إنها بتقول أنا ما انسحبتش من المفاوضات أنا بس رجعت خطوة الورى لحد ما حماسوا إسرائيل خد بالك مش حماس لوحدها حماسوا إسرائيل يكونوا هم اللي عايزين يتفاوضوا لحد ما حماسوا إسرائيل يبقوا عايزين ينهوا الحرب لحد ما حماسوا إسرائيل يقدموا القادر الكافي من التنازلات اللي ينتج عنها في النهاية وقف إطلاق النار ونهاية الحرب ساعتها هبقى أرجع من تاني كوسيط في المفاوضات وبكده تبقى قطر عملت إيه مسكت العصايا من النص وهنا حضرتك تسأل نفسك سؤال تاني هم هيحلوا إمتى؟ يعني لو خرجنا قطر خالص بر القصة دي إسرائيل وحماس هيحلوا إمتى؟ هيتفاوضوا بحق وحقيقة إمتى؟ أقولك إن السياسة بتقول إن إسرائيل عمرها ما هتتفاوض دلوقتي وده ليه؟ لأنها لو تفاوضت دلوقتي تبقى خسرت كل اللي عملته في غزة اللي هو إيه؟ أولا تقليل مساحة غزة ثانيا تهجير سكان غزة للجنوب عند الحدود المصرية وده هيساعدها في تنفيذ مخطط تهجيرهم لسينا ثالثا ممرنت سريم اللي قسمت بيه غزة علشان تحاصر قوات حماس رابعا إخلاقها لشمال غزة علشان تحاول المستوطنات إسرائيلية كل ده إسرائيل هتخسره لو وفقت على وقف إطلاق النار دلوقتي إنما لو استنت لحد ما ترامب بيستلم رئاسة أمريكا هتضمن تنفيذ صفقة القرن اللي هو قردي موافق عليها وتقريبا كانت فكرته وساعتها تبقى موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار مكسب لترامب نفسه علشان العالم كل يقول إن هو اللي أنا على الحرب في الشرق الأوسط ولو حضرتك ركزت في التفصيلة دي هتلاقي إن قرار طرد حماس من قطر غالبا قرار صادر من جو بايدن وده ليه؟ علشان يضغط على حركة حماس بأكبر شكل ممكن ويجبرها على التفاوض وتحرير الأسرة مقابل وقف إطلاق النار وبكده يبقى جو بايدن هو اللي قدر ينهي الحرب قبل ما ترامب يستلم الحق طيب ده معناه إيه؟ معناه إن المقصود بترضى قادة حماس من قطر مش القادة السياسيين بالعكس المقصود بالحركة دي هم القادة العسكريين الموجودين في غزة الرسالة ليهم هم علشان يحسوا إنهم بعد ما خسروا يحيا الصنوار بيخسروا من بعده المكتب السياسي اللي كان بيوفر لهم التمول المادي والدعم الدبلوماسي والسياسي خلاص كده بيخسروا كل حاجة فيقوموا يرجعوا خطوة الورى ويوفقوا على تنفيذ صفقة غير مشروطة لإنهاء الحرب لكن هل قادة حماس العسكريين هيستسلموا للضغط ده ولا لأ؟ ده لسه هنشوف القايم الجاية طيب لحد هنا كده تقريباً عرفنا كل حاجة عن علاقة حماس بدولة قطر خلينا بقى نفترض أسوأ السيناريوهات اللي هو إيه أسوأ السيناريوهات؟ إن قطر تطرد قادة حماس لو طردتهم فعلاً هيروحوا على فين؟ الإجابة وإنت مغمض إما إنهم يروحوا دولة عربية زي الجزائر أو إنهم يروحوا إيران أو إنهم يروحوا تركيا الجزائر فيها مكتب سياسي الحماس وممكن لو وافقت على استقبالهم قادة حماس يروحوا له أما إيران فالوضع فيها مرعب خصوصاً بعد اغتيال إسماعيل هنية على بعد 750 متر بس من أسر الجمهوري الإيراني اغتلوا في قلب منشاة تبع الحرس الثور الإيراني فلو رحوا إيران قدامهم حاجة من اتنين إما إنهم يقضوا اللي بقى من عمرهم مستخبيين علشان إسرائيل ما تقدرش توصلهم أو الحل التاني إنهم يتعرضوا للاغتيال على إيد إسرائيل لو إسرائيل قررت اغتيالهم لقدر الله أما تركيا اللي ما سمعناش صوتها من أول الحرب لحد النهاردة لحرارة المسجد الأقصى ولا حركة جيشها لنصرة فلسطين ولا منعت شركاتها حتى من تصدير الأكل والشربة للجيش الإسرائيلي تركيا صحيح نشرت خبر بيقول إنها منعت التصدير لإسرائيل لكن وزارة التجارة التركية نفسها طلعت وقالت تاني إنها سمحت للشركات التركية إنها تصدر منتجاتها لإسرائيل لكن عن طريق وسيط المهم تركيا هتفضل قدام قادة حركة حماس كبديل ممكن يلجأوا لها في حالة طردهم من قطر لكن السؤال هل تركيا نفسها بقى هتوافق ولا هترفض؟ أقولك إن تركيا أو حتى الجزائر علشان يوافقوا على حاجة زي كده لازم الأول يغضوا الإذن من أمريكا وإلا هتكون النتيجة هي مخالفتهم للقانون الدولي باستضافتهم لحركة إرهابية أمريكا مصنفها كده مصنفها حركة إرهابية وبالتالي لو تركيا أو الجزائر استضافوها ممكن يتعرضوا تاني يوم لعقوبات اقتصادية وترامب في العقوبات ما يعرفش أبوه حرم تركيا قبل كده من صفقة التغيرات الـ F35 اللي تركيا أصلا مشاركة في تصنعها وده كله ليه؟ لأنها اشترت من روسيا منظومة الدفاع جوة S-400 لذلك هنا السؤال هل تركيا والجزائر هيضحوا بالعقوبات الاقتصادية لجلعيون قادة حركة حماس؟ هنشوف كل اللي نعرفه دلوقتي إن إسرائيل وأمريكا بيعصروا حركة حماس وبيخنقوها علشان يطلعوا منها بحاجة من اتنين إما صفقة بوقف إطلاق النار بدون أي شروط تحرر الأسرة بدون ما تفتح بققك أول حاجة التانية وهي إن حماس تركب دماغها وبالتالي إسرائيل تمتلك المبرر اللي خليها تستمر في تصفيت قادة حماس تحت مبرر إيه يا فندم؟ تحت مبرر إنهم إرهابيين خطفين أسر إسرائيليين ورفضين يفرجوا عنه وبقى بي أني بقى لو المجتمع الدولي قدر يقول لأمريكا وإسرائيل تلتلتلاتة كام محكمة العادلة الدولية نفسها لسه لحد النهاردة مش عارفة تاخد منها لحق ولا باطل حضرتك تقول لي عن قطر حلوة ولا وحشة بتدعم الأضالة الفلسطينية ولا بتدعم الأجندة الأمريكية أقول لك إن قطر وغيرها من الدول بيدعموا حاجة واحدة بس ألا وهي المصلحة الشخصية قطر بتدعم مصالحها إنت تشوفها وحشة إنت تشوفها حلوة هي بتدور على مصالحها وبالتالي السؤال هنا لك إنت إنت بتدورش على مصلحتك ليه؟ كل اللي حواليك بيدوره على مصلحهم إنت ما بتدورش على مصلحتك زي يوم ليه؟ لذلك إحنا هنا مش هنقايم قطر قطر حرة تدعم اللي تدعمه وتترد اللي تترده قطر في إن هي دولة زاد سيادة وحرة في تصرفاتها ما دام تدحق مصالحها الشخصية اللي المفروض يتقيم هنا هم القادة السياسيين لحركة حماس الناس اللي عاشوا حياتهم ما بين الأردن وسوريا وقطر الناس اللي بتتفرج على غزة من شاشات التلفزيون تقييمك إنت ليهم إيه؟ خدموا القضية الفلسطينية ولا ضيعوها؟ هو ده السؤال اللي مستني إجابة حضرتك عليه لكن بعد ما تفكر خمس ثواني قبل ما تجوا ترجمة نانسي قنقر